وإلى السودان حيث خرج عدد من السودانيين إلى شوارع الخرطوم وبعض المدن المجاور احتجاجاً على الحكم العسكري الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهاء وأحياءً لذكر الاعتصام الذي أدد لطحة بالرئيس السابق عمر البشير قبل ثلاث سنواته وتعاني السودان من اضطرابة سياسية واقتصادية عميقة في الأسبوع الأخيرة كثف النشطاء السياسيون دعواتهم لتنظيم احتجاجاته ومنذ أن تسلم الجيش الحكم في البلاد قطعت الدول الغربية المانحة مساعدتها المالية للسودان واشترطت تسلم المدنيين سلطة الحكم الانتقالية فيما تصاعدت معدلات الجريمة وعدم احترام القانون مع تصاعد وطيرة العنف في المناطق النائية بالسودان خصوصاً في إقليم دارفور في غربي البلاد بحسب ما تقول الأمم المتحدة اشتركوا في القناة